والله حقيقة يعني هذه امور يعني اعتبرنا امور اجرامية في حق الشعب كونه يعني في الفين واربع وعشرين يعني يجي مسؤول جهوي يقول انا في بليش الماء مقصوصة عندي في جهة امتي اي ولا في معتمدية تبعتني لنيرا وبيقاتل نظر على دفاعنا على المسار ولا على رئيس جمهورية ونحن ندافع على كل مسؤول شريف نتقاو معه في الافكار كونه انتي الماء متعدي بجنب الديار يعني في معتمدية في جندوبة الماء واصل الحمامات والسوسة والتونس والناس اللي بجنبه يعني اعتاشا لانه يعني سيجراف يعني كان انتي المسؤولة هنا ما تسمعش يولي لنا ورئيس جمهورية ما يتكلمش روما معطيات ابر معطيات واقعية مشاوعين عنده تقاريره يعني جيه تقارير استخباراتيه جيه تقارير امنية وعسكرية تصله كل يوم حول الوضع الاجتماعي في جميع الولايات جميع اعتمدية دونك ما هوش قاعد يهرج يعني هكيك اعتباطين يكون قاعد تقول نمشي بلاستفلانية لا يمشي سويت الازمة ولا يعني مشكل صاير حقيقة يعني تقاه المسؤول تقاعس ولاناك يقول رئيس الجمهورية انخيرات في لوبيات ولا انخيرات يعني في يعني لوبيات يعني نقول احنا علاقات مع الخارج وغيره ما نصورش كلام يعني كيف نرجع ونقول لك يعني كلام اعتباطي انا ما يكلم يعني يعني يكون رئيس جمهورية عنده عليه معطيات وتزيد تأكد المعطيات هذي كي يخرجوها على عين المكان يعني يلقى ناس يعني الماء والضو يعني جي في عيد كبير ولا جي اللي انتي سمحني كمسؤول شقاعد تعمل غادي انتي عندك جميع السلاحيات وخاصة انك يقول ويلي ولا معطمد لانه يمثل رئيس جمهورية يعني شو معناه انتي ما عندكش البريفيزيون ما عندكش نظرات الشرافية يخي انتي تستنى لم تصير المشكل يخي نحنا عنا رون تري سكلير في سبتمبر طونات منتبعه في الكتب وفي الكرارس مش يجيو في سبتمبر كنتبعه طوناتبعه طوناتبعه عنا عنا عشل الف تلميذ والمية تلف تلميذ خنطونا نحذرولهم انتي ذي كان مسؤول عارف جايك سيف والعارف جايك آآ بريود متع ذروة استغلال متع في عدلين عيد الكبير نحن استغلال متع ذروة متع ما تتواعي وتحسس وتحذر روح وتحذر الانفراز سكتوره متاعك انتي ذي كان لو تزد الانفراز سكتوره متاعك ما تتماشيشم على مرحلة تطورها سي محمود فما فرق ندخلوا في النقطة هذي ونحكي معك شوي على المسؤولين والإدار رهو فما منحب نفهم انتي شنو التوجه اللي تدعمه أكثر ولا كحزبكم اليوم يمشي فيه أكثر يا إما المسؤولين اليوم أو عدد من المسؤولين اللي موجودين في الإدارة ما يمتلكوش من الكفاءة اللازمة انهم يكونوا على رأس ولاية أو على رأس معتمدية بش يلقاوا الحلول لعدد الإشكاليات اللي تعاني منها المواطنين كتصوامي ذو كيسات مكسرة من عرش أنا أي مشكلة تعاني منها الجهة اللي هي اللي هو موجود فيها وإن المسؤولين هذوما يتعمدون أنهم ما يلقاوا شحولون للإشكاليات هذية في إطار سراحهم ضد رئيس الجمهورية تتعطيل هذية الكل شنو أنتم الفكرة اللي تتبنين دخليني فاهم الفكرة أنت ما فاهمتنيش بك دي أنا منش نحكي كون المسؤولين هم يتعملوا خاصتان معينهم الرئيس للي مش نحكي هي العركة والمسؤولية يعني تحملها كل سوء المسؤولة رقم واحد ممكن نحكي على ويلي مثلاً من الوزير والإدارة لأن العركة بيناتهم الزوز يمشي فيها المواطن هذه هي لأن الإدارة مخترقة وفاهموا اللوبيات معينة يساعدهم لأنه إذا كانت خاصة أن تبدأ اللوبيات محسوبة على جهة سياسية معينة ولا محسوبة على جهة أجنبية ولا محسوبة على اللوبي يتماعش من أنه كونه يصير بلوكاج وصلوا يكسروا سكانان باش العباد تمشي يبعثوهم يقولوا لا برا يمشي لكلينيك الفيني شونت اللوبي شو معناه اللوبي وكونه المسؤول الناس سياسي يكون سمحني حتى كان هو آآ ما ناجمش ثموذية ما تقتفرش ناجم يكون هو خاتيه صحيح لكن أنت ديما نفسه نمره آلة تتحمل سوريا لأنك أنت رقم واحد غاديك حتى كان أنت ما عندكش النية ولا أنت المور جاوزتك لأنك أنت مطالب تكون عندك تشخيص دقيق للمشاكل اللي عندك في كامل الجهة بتاعك أنت كامل الجمهورية تجيك تقارير كل يوم وعندك المعتمدين بتاعك وعندك عمدة بتاعك وعندك عينيك بارتوه ينزمك تكون كاكا كان أنت يا زادة آآ تكون مسؤول بتاعك آآ بيرو متاعك آآ كورسي زاد سامحني فيك ما كش مسؤول بالنسبة لينا الكورسي أكبر منك المسؤولية أكبر منك فل يرحل يجيه مسؤول ما خير منه هذي هي سريز المعادلة ما نعملوش يعني ما تسحقش فلسفة برشة ولا ما تجيبه مسؤول انت لهنا المسؤولية جماعية ومسؤولية تحملوها جميع جميع الأطراف سحيح لكن أنا دي ما اقول لهنا الضحية هو المواطن لأنه لا تسمع المواطن ساعة الحق مش اللي تسمعه ما سمعتهوش لأنه ما وصلش بجي قابل مسؤوله دي جا هوم الباب مسكرين عليه ما قابلش لا معادة مد لا والي لا وزير ولا غيره لهذا مسكر بالسلاسل على روح وقاعد ولا نازل تسمحني نستنى ويقول حكي ناها روذيها نحنا روما موش بالجديد روما نحكي ناها في برشة ندوات ياخي سامحني ما تسنى لما جيك رئيس جمهورية باش يتقد كيس ولا لما يتعدى مغادية رئيس جمهورية باش تتقدى باش تزعونا النوار هاو عندكم تجمو تزعو النوار تجمو تفوحونا الكيسات اللي ما جي رئيسة أما قبل ما عندكم مش ما هذا لو نحنا رانا بجيت بتفهم حاجة اختي الكريمة سيحنا عنا بن ابناء هذا المسار ونمنيبوا المسار ونلتقيوا مع رأي جمهورية في عدة مبادة او ما رانا احنا من اكثر ناس قاعدين ننقدوا يعني ننقدوا في النقد البناء ما ناش ننقدوا لغاية النقد مش نحطوا بلوكاج للمنظومة الحالية ولا للسلطة ليه ليه نحنا نشعلوا في اللمبيب للسلطة ونشعلوا في اللمبيب المسؤولين باش يتحركوا وفيقوا وباش كما قلت كنتي ترضى عندما نظر استشرفية يزم يا مسؤولين استشرفوا المشاكل ما تقلوش في بلوك تسنوا المشكلة اللي تهبت عليكم كارثة وقت تبشتاقف حول راو جايك رونتري جايك شتي جايك درشو الامل اخوه لش تكويل زمديما مجتمعها بصورة يعني يعني يوميا